تخيلوا مشاهدينا شيخا عمره 95 عاما وأطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات يقطعون أكثر من 6 كيلومترات من أجل اقتناء الخبز أو كيس حليب يحدث هذا في أحد أحياء الذكية بولد فايت بالعاصمة نظرا لغياب أدنى المرافق العمومية نتابع على الورق الأحياء الخضراء أو الذكية أنجزت بمعايير توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لساكنها إلا أن الواقع يكشف أن هذه الأحياء لا تتوفر حتى على محلات للمواد الغذائية ما يضطر هؤلاء القصر لقطع عدة كيلومترات من أجل أبسط المقتنيات لماذا توصد أبواب هذه المحلات؟ يعتقد سكان من الحي أنها عرضت للبيع في المزادي من قبل خواص بعض حصولهم عليها من الجهات المكلفة بالإنجاز والتوزيع الأحياء الخضراء في المزادي من المزادي من المزادي من المزادي من قبل خواص ليست مشاكل المحلات وحدها من تنغص حياة سكان هذه الأحياء فالأمر تعداه إلى غياب مدارس وعيادات جوارية فأين هو الذكاء الذي يميز هذه الأحياء من غيره؟